مو تبربرش علينا مش قادر ده عين اوه بعد ازنا عاينا اوه عايز اخش زي الفنانات لما يعاود يقولوا احنا نشتغل و احنا عينين صوتنا رايح عايز ده ايو 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 ايط الالمسكن بيخش في رجلينا فانت الوقتي كده انت فاهم نزل عين بس بعمل المحتوى ده و انا عين عشان اتشهر اكتر واعلى اه ده عالة في المجتمع كده والله العز مرغم ان انا عين عشان تعرفه هنازل عن المحتوى ده عشان أتشهر بقى ويجلي مشاهدات واتش وكده وإعلانات هيا الحمد لله عم ترى أخو ده بجد مساء الخير أثناء تفقدي للكومنتات اللي بتجيلي لقيت كومنت شديني قوي الراجل محترم اسمه يوزر خمسة سبعة اتنين واحد قال انت بتشتم لي يا ابني المتكة فهنا استوقفني اول كومنت ده بكاء قلت لنفسي هو انت بتشتم لي يا ابني المتكة فهنا فكرت في الراجل ده الراجل ده عمل الحاجة نفسه الغلط اللي انا بعمله بس هو شايف ان هو حسن مني لمجرد ان هو قال ان هو غلط الاول كن واحد واقف بيترطر في الشارع وان روحت كتابته بالترطر على الارض عيد فاحنا الاتنين ترطرنا في الشارع بس انا شايف نفسي حسن مني وهو راجل شاف خلاص انها شتمتي واحدة واحدة تبقل خالص خالص واحدة واحدة المهم الراجل ده شاف ان انا شتمتي وحشة وهو شتمته عليها لوتس يعني لمجرد ان هو قال ان ده غلط الاول قابلي وده ما وضوع حلقتنا النهاردة ادعاء المثالية او ادعاء اي حاجة لازجة كده عارف الماكولة بتاعت ما تلبسش صوب الفضيلة على اللي شافك بالكلوت انا بحب الماكولة دي قوي فعلا ما تلبسش صوب الفضيلة على اللي شافك بالكلوت فاحنا كلنا عامتا كبشر مستورين بس كلنا لابسين كلوتات وفي بشر مننا مش قصدي على حد معين اصلا كلوتات اول حاجة انا عندي قعدتين وانصحكم تمشوا بيهم في حياتكم اول قعدة متصقش في اي حد لابس صندوق اكسم بالله انا ما بتعصف في حياتي احد منها يشوف راجل كبير او شاب بعد الست سنين لابس صندوق وبالاخص اللي هو البني اللي هو مقفول من قدام ده اصلي ليه خاني اتكلم بالراحة اللي هو الجلد اللي هو مبين العصفورة بتاعت الصابع دي اللي يا صابع من الجنب بشكل غريب اوي اظن من حد كان عنده فتش رجول او حاجة او الاختراع الصندل ده مش عايز تزل بالشبشب وعايز بورت مود وتمشي ما تجيب جهاز فانا ما بسكش في احد بلبس صندل مش عارف ليه طبعا انت حرة تلبس صندل براحتك بس انا مش هسك فيك يعني مش هشاركك مجاوزكش اختي كده او ببعد مع شخص لابس صندل او كذا احلا بس صندل بحيث ان انا في حتة غريبة اوي اه اه حاجة غريبة اوي الصندل ده بجد تقوني ما فهمته بجد برضو براحتك بس انا مش مرتاح لك كصندل يعني القاعدة التانية اي حد بيقفور اوي 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 في الدعاء المثالية وان هو يبين نفسه مثالي ده في الاخص زقف السرير مرعب او او مخيف يعني اجزام اه اه اجزام قطط انافد دلافن حسنة يعني بحسوا عنده حاجة غريبة كده اللي هو بيحب مثلا يدكلبش خلفي اللي هي الكلبشة بتاعت الاسم اللي هي الكلبشة الخلفي دي انت فهمه يعني ببقى في حاجة غريبة اوي لوه اصدتة ليه بتقفور كده اكيد انت بخب حاجة ايو في حاجة بصيرها غريبة اوي خارم دبدوب عامل مصيبة بالدوسخ المهم الناس دي بقى في العادي بيعملوا ايه بيعملوا فلوكز انا النهار ده سحيت الساعة خمسة الى ربع خدت دوش ساقع بياخدوا دوش سخن من الشمامين ناس عادي وعندهم اهل وعندهم حياة وممكن يتوضى ويصلي بيك عاملوا دوش ساقع دوش ساقع كده ده بقت يوم صح تمام انا انا متشنج ومنمل وحلاماتي وقفة وحالة الخارج طبعا يعني كده صليت الفجر روحت الجيم الساعة خمسة الصبح مع احمد برادة طبعا مين هيروح الجيم خمسة الصبح مع احمد برادة ومايكل فيليبس وبشرب اسبرسو وسبع لوزات وطمرتين وهند صبري هي دي حياتهم بقى انت مهم برجع البيت بفتح ببدأ الشغل فهو انفلونسر فعنا كلنا عارفين انت بتاخد فلوسك منين من عنطرين الستوري بتلزيلها بتاخد فلوس فهو بيجيب لي لابتوب عليه اسهم طلعوا الناس هو كده فتح الشغل سوك يا شغل بتاعك على مين يا اصلا وبعدين بيبقى فيلوج ديئة ونص هو صلى فيه تلاتين فرد وبنشوفهم عادي في البراد بالليل سكرانينهم بهوائين وبلعين وخطين وحاليتهم خرق ومريل وشخ على نفسه وحاجة طرش طرش بعمل اتناشر ديئة ميديتيشن تلاتاشر ديئة ميديتيشن كده انا بدأت يوم يخلص كده انا جاهز وبعدين الادعاء المسارية الزيادة ده بيبقى في موجود في العلاقات بين المشاهير على السوشيال ميديا يعني كذا وكذا لو مع طول مع بعض اي بقى اتنين مشاهير كده بتلاقي بقى هي البيت لسه واكلها علي تموت وهو خينها مع خالتها خينها مع اهل بيتها كلهم كل حد يخصها خنة وبنشوفه هو مريل وبرده ومطرطل على نفسه في الاماكن معها سبتين مرة ويبقى ينزلوا بقى الفيديو النهاردة سحيت انا حق واناة روحنا كلنا في مطعم فيستايم والجابير بقى موعدين يعملوا كده وجده هو بيحبني قوي فميخليك تحس ان انت مأثر وده اللي بيخلق المشاكل فميخليك تحس ان انت كراجل في علاقة عادية متجوزوا شقيان مأثر في حين ان هما بيصدروا لك سحابة كده كدابة بامبة والجوة خرى هتقولك من مراتك تلقى داخل على انت عامل كم معايا كم تريند انت بقى كم على فكرة انت اللي مزودها ولا مرة ولا مرة عاملتوا على فكرة انت اللي مزود عش موفادي الرجل يعني دكتور ولا ولا مهندس ولا ظابط بيشتغل 38 ساعة في اليوم مش يرجع عامل تريند ده ويرجع عيناب احباي اشيل لها طبعا زي ه był الرجل أصلا يعني برجها بالشغل مش عارف يشيل تيشيرته بالعلى جسمه عايزة يشيلها بقى هو الشغله يعني الرجل طلعا ما يتين أمه في الشغل والتاني اللي هو الإنفانسر طبعا ربنا يزيدهم وأنا يعني لو بديه في طريقة فلوسي عادي يعني عادي بس التوصدير الفكرة دي بيخلي الـ expectations عند الناس من أول مرة قلت expectations الحمد لله بيخلي expectations عند الناس عالي قوي وبعدين ده بيخط فلوسه اللي هو بيطلع أقول يا جماعة النهاردة جربت باسترمة حلواني يا إخوات خلاص أنا أخذ فلوسه التاني ده بيبعد شهر عشان يعمل الفلوس دي والناس خلاص بطلت تقول لحاجة باسمها يعني لو تخين بنقولش على تخين بنقول عليه قلبوز أنا قلبوز وأنا ليه بنعدي على قلبوز دي يعني تعالي تخين ميت مرة وأنا تعالي أن أنا قلبوز قلبوز دي بحيث أن أنا قلبوز ده مش تخين ده قلبوز 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 إيه ده ده مقلبوز دي مش مليانة دي دابدوبة أوه إلي دابدوبة الدوبة تيلة فش مش تخينة هي دابدوبة إيه إلي دابدوب ده جا حوان توازنه طني يا ابن الويس خلتني هو ممتلق هو تندر هو جوسي جوسي سنة يعني ما بين جاد شويري ومجد الكدواني حاجة ما بين أحمد مالك وأحمد ريز هو مش تخين بس هو كفاءة قوم بجراند شير بوكس الواحد مش أقول كده يعني ده اللي عندي أقوله ودي نفس الناس اللي بتشوفوا أطفال لسه مولودة بتقول إيه الأمر ده أرجع أقول الطفل وهو لسه مولود بيبقى شكله مؤرف فشخ ما تقولش إيه الأمر ده في طفل لسه مولود إنه هو بينزل وبيقولها بزعيل هو إيه الأمر ده كده لأ الطفل نازل من جسم إنسان لسه حالة انتازف هو شبه الكلة عادي جدا يعني عايز أبوسه عايز أكله هو عن منطقة عايزة تكليل نهو شبه كده تحطيه في الغيف كده ومع شوانة فلفل وطحين نهو تكليل كاجول والناس يخلي بالك اللي تزودها دي بيبقوا أكتر ناس عنصري على الكوكب الأرض اللي هو بيزودوها قوي في الدعاء الفضيلة وما بيقولوش يعني شغلانة حتى شغلانات العادية يعني ما اسموش سواء ما اسموش سواء دي مش شغلانة يعني فيه سواء تريلا وفيه سواء نقل وفيه سواء مخربوز ويسواء دوكتر ما اسموش سواء اسمو الراجل اللي بيساعدنا في تسقيط النقلة ما اسموش كلاينت اسمو الراجل اللي بيساعدنا في تفرعب ما اسموها الشهربطة اسموها الست اللي بتساعدنا في تحيق الزنا في تفضيلة الخن ست اللي بتساعدنا في تفضيلة وبعدين في الفلوكزي دي الناس اللي بتقعد يومين بيعملوا هيروتين يعني هي يا ريبانزل يومين هاي الروتين يعني ليه أنا لو حطتك بميت الحاجات اللي هي حطتة على شعرها دي هقرعها أنا لو حطتك الناس ما عملتش اي حاجة وقرعت ما عملتش اي حاجة واللي سكينكين روتين اللي بتوع داربعة ساعة بتاعي سكينكين روتين طب يعني بشرة الفاني حاسر هلالي دي دي واخداربعة ساعة سكينكين روتين بزمة أمك يعني يعني ما نقوله كلام يتصدق و300 برودكت أيوان يا سيدي طلعينا شوية بعدين خالك مدعي المثالية هو بيربيك على الأسس والقواعد هو ماسك ورث أمك واكله عالقة موت واكله ولكنه مزجنجي واكله وحش يعني قرب قرب يا أحمد خش أنا معايا النهارة هنا 350 ألف جنيه وأرض في مغاغة في المينيا 2 الفدان يفتح وبتعود برضو بنات اللي هي بتبدعي المثالية في النهي بتزود أو في كيوتنس لو كسكيوزمي وبتعود ترفع عينها كده بتعصى بقى من حركة رفع عين دي بحيس انها فيه طا حسين قال بتي كفيفة يا حبيبتي بحيس ان كلام متخلف فش أشوبة أمي أه 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 كالبوبة من تستين وبعد بقى رفع عيني أوه بعمل كده وبتعود وهي في الحقيقة مع بيتع السوزي الأردنية سبه وشخيره وبخراف شعله وراه عاملك محضر ابن فجرة بعشقة هالسوزي الأردنية والله العظيمة ومدرسين اللي بيقعد يعلمني أخلاق وتربية وبيبيجي ياخد مني فيلم احنا معرفش انتو حصل ما هو كده ولا بس مدرسين في بعض المدرس في حكومة كانوا كده كان عندي مدرس الدين دين؟ اه ليه؟ ده بيعلم الدين دين ايه بوزي ولا ايه؟ ده بيعلم الدين ال ايه ده كمان ما تسايفش الفيديوات عن موبايل عشان ما تقفش ده 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 محتال كمان اسلام المرج اوه المرج فعلا كان من مرج وعلي المدرس بياخد مني أفلام هاصق فيك ازاي بعد كده ما تعلمني بلاغة ولا أدب هاصق فيك ازاي هاصق فيك ازاي في اسمه مطولة يا رجل يا مراهك يا ابن المراهك انت ونسي اللي بتدخل تعمل كومنتات عند صفحة مثلا الأنبا روفايل طول الحمد للعنعمة الإسلام ده ما تسيبهم يا أصلا ده ما تسيبهم يعمل الحمد لله الحمد للعنعمة الإسلام يا سيدي ده ما حدش قالك داخل ليه؟ ايه ده متوقعين المحتوى اللي ينزل على صفحة الأنبا روفايل معكيد حاجات كلها تخص دي المسيحي لا والناس برضو بتدعي المثالية بقى اللي هما الفورم اللي تلاقي نسبة دهونه 2% زي الترابيزة دي كده نسبة دهونة أعلى منه أصلا أنا مخدش منشطات طيب يعني هو تفهم كلكعة أكتر من كبر إكتوبر يوم 3 ساعة 5 كلكعة تفهم من كتر منشطات اللي هو أخي ده يطف أسوأ أيام حياتنا من السترويز ما فيش حد بمقى ماشي بأمان الله ويحبون كده من نازل للصورة كده بحشتاج ناتي حشتاج ناتشول لا يعني يعني انت كده حرامي يعني انت كده مقاشي بحياته يعني انت عمرك فتشوفت واحدة انت ماشي واحدة والله اللي عايزين لنا فيلر لا فيلر بقى يعني انت كده اخيتي هشغل دماغي بمريبين فشخ ولا لا لا والله اللي عايزين لنا مش اخد استرويز ده دا دايت خاصه بنجر و700 مل جرام ترمبلون دايت البيضاء الواحدة يا عيني من الاسترويز اللي هو اخدها بح عنده بيضاء واحدة ايه المهم نصيحة اليوم انا مش بحكم على حد لو انت بتعمل زنوب بالليل وتصحى الصبح تصلي دي حاجة كويسة والحسنة زي من السيئات وانا مش في مكان ان انا حكم على حد بس لو انت بتعمل كده خليك في حالك وخلي الناس في حالها انا محمد عبدالعاطي وده برنامج مع كامل احترافي اشتركوا في القناة